شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم بإذن الله تعالى مقدمة وهذه المقدمة هي أن إحدى القيم المحورية في الإسلام هي قيمة الرحمة وهذه القيمة غدت إحدى المحاور الأساسية في فكر الإنسان المعاصر ومما يؤسف له أن الجهات الأخرى تبنت هذه القيمة تبنياً نظرياً وعملياً الآن هذا التبني تبني واقعي أو تبني كاذب هذه حقيقة أو متاجرة هذا بحث آخر ولكن الجهات الثانية تبنت هذه القيمة نظرياً وعملياً الآن إذا تفتحون الراديوات المسيحيون يحاولون أن يلتهموا العالم بطرح هذه القيمة يقولون المسيح رحمة المسيح افتدانا من لعنة الناموس المسيح تحمل جميع الخطايا وجميع الآلام رحمة بالبشر بهذا الشعار بهذا الشعار وبهذا العمل وبهذا التبني يحاولون أن يأكلوا العالم الآن تلاحظون أن القوى العظمى ترفع شعار حقوق الإنسان هذه شعبة من شعب الرحمة أما نحن تبنينا لهذه القيمة نظريا وعمليا تبني ضعيف جدا من يدافع عن حقوق الأطفال في العالم من يدافع عن المرأة المهضومة والمظلومة من يدافع عن حقوق السجناء في العالم ذواح السجين منا أو من غيرنا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخالق في إحدى البلاد أحد المؤمنين وقع في إحدى المعتقلات وبقي أعوام لا يعرف عنه أحد شيئا هو هذا الرجل يقول في يوم الأيام واحد من دين آخر أو وثني وقع بعد أيام وإذا بلجان الدفاع عن حقوق الإنسان يضغطون على تلك الدولة وعدهم أدوات الضغط هذه قضية مهمة الضغط مو بالكلام فقط أكو هناك أدوات للضغط ضغطوا وأطلقوا قال أنت ابقى هنا واحد من الموالي الشيخ البهلول راجعوا مذكرات بقية في سجون السجون الأفغانية على ما ببالي أكثر من ثلاثين عام راجعوا مذكرات وصدفة على أثر قضية اتفاقية حدث هناك خلاف بين الدولة الأفغانية ودولة أخرى فأخذت الدولة الأخرى تفضح الدولة الأفغانية فاضطروا إلى إطلاقه وإلا ربما بهلول الحي الحاضر ربما كان يعيش إلى آخر عمره هناك يعني نحن تبنينا النظري كشعار وتبنينا العمل هذا ضعيف جدا في النصوص الدينية هناك آيات كثيرة حول الرحمة القرآن الكريم أول ما تفتحونه تجدون شعار الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم هذا أول كتاب الله مطلع كل سورة شعار الرحمة كلمة الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكريم تبلغ المئات ربما تكررت هذه الكلمة في القرآن الكريم أكثر من خمسمائة مرة ولكن نحن نكتفي هنا باستعراض آيتين كريمتين الآية الأولى تتناول الجانب التكويني والآية الثانية تتناول الجانب التشريعي أما الآية الأولى التي تتناول الجانب التكويني هذه الآية تبين لماذا خلق الإنسان هذا اللغز الذي حير العقول وحير المفكرين منذ ألوف الأعوام إلى هذا اليوم لماذا خلقنا الله ما هو الهدف من ذلك الأشياء الأشياء كلها مخلوقة لنا نحن خلقنا لماذا القرآن الكريم يجيب إجابة واضحة أيها البشر خلقتم للرحمة الله تعالى يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقه يعني الله لماذا خلقنا ليرحمنا هذه هي العلة الغائية هذا هو الدافع وهذه هي الفلسفة الوجودية للإنسان إلا من رحم ربك ولذلك خلقه إذن الرحمة تمثل المحور في نظام التكوين لأن الأشياء خلقت للإنسان والإنسان خلق للرحمة هذه الآية الأولى الآية الثانية ترتبط بالجانب التشريعي وتتناول بعثة خاتم الأنبياء محمد الله وزع الله وعلي محمد لماذا بعث النبي صلى الله عليه وآله القرآن القرآن الكريم يقول البعث النبي لهدف واحد وذلك الهدف هو الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الهدف ما وإلا الهدف هدف البعث متمحض في الرحمة فإذن القيمة المحورية في نظام الخلقة قيمة الرحمة القيمة المحورية في نظام البعسة هي قيمة الرحمة هنا يوجد سؤالان نتعرض لهما باختصار حول الناس الثاني السؤال الأول هل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعث رحمة للمؤمنين فقط أو للإنسان بما هو إنسان يعني النبي رحمة للبوذيين أيضا للمسيحيين أيضا للمشركين أيضا الآية الكريمة تقول رحمة للعالم مو مو فقط للمؤمنين للمسيحيين 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 باختصار 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 شديد وهذه الإجابة الرحمة لها مراتب الرحمة حقيقة تشكيكية مثل جميع الحقائق التشكيكية الأخرى ومرتبة من هذه المراتب شملت الجميع الوالد رحمه الله في الأيام الأخيرة يعني حوالي شهريا قبل وفاته كان يأكد تأكيد شديد حول هذه النقطة وبعض العلماء جاءوه في هذه الغرفة كان يأكد عليهم كان يقول أنا ما عندي مجال الآن اكتبوا كتاب حول فضل النبي على الحضارة البشرية حضارة اليوم يعني هذه النعمة هذا الخير الذي نجده حتى في حضارة اليوم كله تحت ظلة خاتم النبي صلى الله عليه وآله كان يقول اكتبوا كتاب ضخم حول هذا المطلع انتوا لاحظوا الغرب شلون كان يعيش في القرون الوسطى من الناحية الصحية شلون كان يعيش هم هم مستشفياتهم كانت كاستبلات الحيوانات هم مكاتب يخلون 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 راس العالم في هذه المقصلة فتنزلوا عليه الآن في متحف الشمع في لند روح وشوف المرأة اي وضع كان عندها في الدنيا في دنيا ذاك اليوم المرأة كانت محتقرة في الغرب والشرق وإذا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يأتي ويوجد بحر من نور في العالم يوجد الحضارة يوجد حقوق الإنسان في العالم هذه الديمقراطية التي يقولونها في العالم هذه بالمقدار الذي عندهم هذا على أثر الاحتكاك بالحضارة الإسلامية إذن في هذا اليوم كل واحد ينام آمنا هذا ببركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كل مقدار من الحرية في العالم هذا ببركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شوفوا النقلة النوعية والصديقة الطاهرة فاطمة صلى الله عليه تشير إلى بعض الجوانب من هذه النقلة النوعية فأنقذكم الله بأبي محمد الله وآله فإذن النبي صلى الله عليه وآله رحمة حتى للبوذي وحتى للمشرك وحتى للمسيحي هذا باختصار الإجابة عن السؤال الأول السؤال الثاني إذا كان النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين فلماذا نظام العقوبات العقوبات الجزائية قاطع يد السارق هذه رحمة أولا قبل الإجابة طبعا على نحو الفهرس السريع نظام العقوبات لا يمثل الإسلام ككل يمثل جزءا محدودا من نظام الإسلام الفقه الشرائع كم كتاب بي انتوا أخذوا من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات حجم النظام الجزائي كم يشغل من حيز هذا التشريع كتاب الحدود وكتاب القصاص من كم كتاب في الفقه في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات والأحكام هذا لا يمثل الإسلام إحنا نصور أنه إذا وصلنا إلى الحكم أنه تعال الإسلام يعني قاطع يد السارق هذا مثل واحد هذه العين اللطيفة من ألطف ما في الإنسان عينه هاي العين طلعوها افصلوها عن المجموع المركب يكون شيء موحش بشع قبيح هي هذه العين إحنا إذا ما كان عندنا اللحم وما أشبه ذلك الهيكل العظمي للإنسان شوفوه في المتحف فشي موحش الإسلام مو يعني قطع يد السارق يعني هذا مو كل الإسلام والوالد رحمة الله عليه كان يعتقد أنه نظام العقوبات على تفصيل ذكره لا يجري إلا إذا طبق الإسلام ككل أنتو طبقوا النظام الاقتصادي طبقوا النظام السياسي طبقوا النظام الاجتماعي بعدين اقطعوا يد السارق وإلا واحد فقير قال للمأمون ذاك الرجل قال سبحان الله سارق النهار يقطع سارق الليل أنا فقير أنا ما عندي شيء أنا اضطرت إلى السرقة المأمون التفت للإمام الرضا صلوات الله عليه قال ماذا تقول قال فلله الحجة البالغة الله منهج منهج الحجة احتج عليك فرده وهذه كانت من عوامل غيظ المأمون واحد فقير ما عنده أكل ما عنده لقمة الليل أنت أو أنا أعرف من الإسلام هذا هو التكافل الاجتماعي ماكو التكافل الاقتصادي ماكو الحرية السياسية ماكو المشاركة السياسية ماكو فقط قط يد السارق هذا هو ولذلك عندما كان النظام الإسلامي مطبق إلى حد ما القضاء ما كانوا يعرفون الحدود العام حفظه الله كاتب هذه القضية في كتاب العقوبات تحيروا أنه السارق كيف تقطع يده قاضي شغلة هذا ما يعرف القضاء ما كانوا يعرفون يحيى بن أكثم الذي هو قاضي القضاء ما كان يعرف إلى اللجأ إلى الإمام الجوات صلوات الله بعد هذه الملاحظة نجيب بإجابة واحدة مختصرة على السؤال الثاني وهي أنه مع هذه الملاحظة التي ذكرناها كل قانون يحتاج إلى ضمان إجرائي الآن الآن بعباراتنا هم يستخدمون عبارات ثانية أن محركية القانون بالوعد والوعيد إذا ماكو وعد ووعيد القانون مو محرك ما إلى محركية ما إلى بعثية فإذا فرضنا في ظل هذا النظام وجد قاتل في المحلة الآن إذا في هاي المحلة اللي إحنا نعيش فيها وجد قاتل وما إلى أي عذور نخليها الشكل الغرب الآن يخليها الشكل بعد واحد ما يتمكن ينام إذا وجد والعياذ بالله معتدي على الأعراض في المحلة والقانون يتركه بعد واحد يتمكن ينام بالليال في بيته ما يتمكن لا بد أن يكون هناك قانون العقوبات فإذا قانون العقوبات رحمة للمجتمع هذا باب التزاحم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والرحمة تقتضي تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد هذا باختصار القسم الأول من الحديث القسم الثاني باختصار هذه الرحمة المهدات النبي صلى الله عليه وآله هذا الدين الذي هو دين الرحمة هذا القانون الذي هو قانون الرحمة ما هي وظيفتنا تجاهها؟ نذكر عدة وظائف الوظيفة الأولى العرض العرض له شعبتان عرض النظرية أولاً وعرض التطبيق ثانياً الواقع العملي النظرية الإسلامية مو معروضة الناس لا يعرفونها إذا عرضت هذه النظرية إذا عرضت الرحمة الإسلامية في التطبيق في القانون في التشريع في التنفيذ نظرياً وعملياً حقيقة في الإسلام أكو دقائق عجيب النبي صلى الله عليه وآله القانون الإسلامي مو رحمة للإنسان فقط رحمة للحيوان أيضاً وإذا تراجعون كتب الروايات روايات عجيبة أكو في هذا الحق اللي بعض هذه المفردات مفردات الرحمة البشر إلى الآن لم يصل إليها حقوق الحيوان هذا باب الوالد رحمه الله كما نقل لي ما شفت الكتاب ولعله لم يطبع كتب كتاباً حول حقوق الحيوان الحيوان إلى حقوق وحقوق عجيبة في روايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في روايات الإمام الصادق موجودة في كتب أكو هناك رواية روايات كثيرة بحث حقوق الحيوان فكيف بالإنسان يحتاج إلى بحث مستقل هذه الرواية مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والرواية مروية في كتاب المحاسن للبرقي أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي البرقي والابن في الجزء الثاني صفحة 485 حقيقة الرواية عجيبة النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذه الرواية نظف مرابض الغنم حتى الغنم مربضه ينبغي أن يكون نظيفا هذا من حقوق الحيوان القطعة الثانية أعجب وامسحوا رغامهن أكو واحد يسوى هذا العمل إذا خرج من أنف الشات رغام أنتوا أخذوا مثلا قطعة كلينيكس وامسحوا رغامه شوفوا هذه الدقة إلى هذا الحد وامسحوا رغامه أكو واحد الآن يسوى هذا العمل إذا الحيوان يتأذى من هذا أو نوع من الجمال أن يكون الحيوان جميلة وهذا مطلوب شرعا في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه هذه الرواية مروية في أمال الصدوق رحمة الله عليه صفحة 597 عن أبي عبد الله الصادق ونحن على أعتاب ذكرى ولادته صلوات الله عليه للدابة على صاحبها ستة حقوق حقوق الحيوان لا يحملها فوق طاقتها أكثر مما يحتمل لا يحملها ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها إذا وصلتوا إلى صاحبكم تردون تحكون نزلوا يحكوا ليش قاعدين على ظهر الداب بالسفار أنتوا معذورين تحتاجون لكن عندما تريدون أن تتحدثوا فانسلوا ليش هذا الحمل على ظهر الداب لاحظوا هذه الدقة ويبدأ بعلفها إذا نزل عجيب هذا القانون الأسفار القديمة واحد كان يمشي بياضة يوم فكان يمشي المسافة الشرعية يعني أربعة واربعين كيلو متر تقريبا هذه بياضة يوم يعني من الصبح للليل منهك متعب واحد بالسيارات الآن يسافر يتعب فكيف بالدواب القديمة والطرق القديمة أول ما تنزل فكر في علف الداب مو في طعامك وشرابك ويبدأ بعلفها إذا نزل وَلَا يَسِمُهَا في وَجْهِهَا الْكَوِبِ الْكَوِي بِالنَّارِ دَمَوِي بِالنَّارِ واحد يَعْرُّهَا يَعْرُضَ يَعْرُضَ عَلَيْهَا وَالْنَّفَارِ إِذَا نَفَرَتْ الدَّابِ لَا تَضْرِبْهَا والروايات في هذا الميدان عن النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق عن بقية الأئمة صلى الله عليه كثيرة الآن ماكو مجال لذكرها ويكفينا قول أمير المؤمنين صلى الله عليه والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت أكو أكثر من هذه الرحمة عرض الإسلام حقوق النبات عندنا إحنا حقوق النبات راجعوا كتاب النفقات من كتاب النكاح أنا الآن ما أعلم في دنيا اليوم عندنا هذا العنوان حقوق النبات لو ما عندنا في الشريعة النبات إلى حقوق وبعضها واجبة يعني واجبة من الناحية الشرعية راجعوا كتاب النفقات من كتاب النكاح صاحب الحدائق رحمة الله عليه إليه فاتبحث مطول حول حقوق الحيوان إلى بنوت كثيرة أنا أذكر لكم باند واحد يقول دال هذا باند دال مما ذكره صاحب الحدائق قصرحوا يعني الفقهاء بأنه حيثوا النديدان القز هذا الدود هذا مئلة حقوق إنما تعيشوا بالتوت لعل المراد أوراق التوت هكذا يبدو فعلى مالكها يعني يجب القيام بكفايتها من هذه وظيفة شرعية وحفظها من التلف أن هذه الدودة لا تتلف الدودة لها احترام فإن عز الورق الورق قال وحسب قانون العرض والطلب صار غالي ولم يعتني بها المالك شوف يشتري أوراق غالية لهذه الدودة هذا يكلفه الحاكم الشرعي يدخل بالقضية للدفاع عن حقوق هذه الدودة هذا صاحب الحدائق يقول يقول قصرح يعني الفقهاء باع الحاكم من ماله الظاهر أن الضمير يرجع للمالك يعني يأخذ أموال المالك ويبيعها واشترى لها منه ما يكفيها هذه الرحمة التي تشمل حتى الدودة وتشمل حتى النبتة بعد هاي الأحداث اللي حدثت أحد الأخوة اللي غيرت وجه العالم سأما كانت مخططة أو كانت عفوية سألت أحد الأخوة اتصل بي قالت لأنه هذه الحملة اللي شنت على الإسلام أنه دين إرهابي دين العنف شنو أثرها هناك قال هذه ولدت في المجتمع الغربي رغم رغبة جامحة في التعرف على هذا الدين الآن جديدا هذا ليس كلاما نقل أنه أكو إقبال على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن القرآن شنو دا يقول وقال لي كما أظن أو نقل لي واحد آخر أن القرائن انتهت هناك القرائن المترجمة فسألته هذه مجرد معرفة أو اعتناق فقال لي كلام لطيف قال المعرفة طريق إلى الاقتناق والاعتقاد والاعتناق ما أعرف القرآن حقيقة كتاب عجيب لكن إذا يعرف القرآن يخوف مو يخوف بمعنى الإرهاب يعني الحق الحق يخوف هذا الضوء يخوف عندما هذا الضوء يجي كل الشموع ولت والمصابيح النفطية القديمة ولت يخوف هذا الاختراع الذي اخترعه ذلك المخترع المعروف قاموا ضده إذا أخذت هذا المصباح ضمته ما يتمك أما إذا المصباح يجي بعد منه يروح على الشموع القديم عرض يحتاج حقيقة القرآن إحنا اللي عشنا في أجواء القرآن وفي أجواء الإسلام وفي أجواء الأحاديث حقيقة واحد عندما يسمع القرآن في بعض الأحيان حقيقة يحركه من الأعماق بالذات إذا واحد في أوقات النفس لتكون مجغولة لتكون ملوثة يومي الأيام قوموا سحران واسمعوا مناجات الحران شوفوا شلون يأثر في روحيتكم اسمعوا القرآن في الأسحار شوفوا شلون يأثر يحركنا تحريك يعني الطاقة التي يولدها القرآن في نفوسنا لا تماثلها طاقة أحاديث النبي الأعظم أحاديث نهج البلاغ أحاديث الإمام الصادق هذا القرآن إذا يعرض على الآخرين الآخرين إذا تعاليم النبي الأعظم تعرض على الآخرين إذا تعاليم الإمام الصادق تعرض على الآخرين إذا توحيد المفضل يعرض على الآخرين أكو قضية مطولة ما علينا بها في كلمة مخترعة الدورة الدموية الصغرى أقيم له احتفال قضية مطولة ما علي بها فارتق المنصة وذكر اختراعه وأنه اكتشافه يعني كيف اكتشفت دورة الدموية الصغرى بعد ألوف الأعوام فصفق له كل الحاضر بعد ما انتهى التصفيق واحد من شيعة أهل البيت كان حاضر معروف الرجل يقول بعد ما كلهم صفقوا أنا أخذت أصفق بمفردي فأخذوا ينظرون ليش هذه الحركة ولماذا قمت بهذا العمل قلت لم أصفق لهذا المكتشف يمكن هار فيه موه الشكل وقالوا لماذا صفقت قلت لرجل عندنا قبل 1400 عام تقريبا هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى قالوا من هو فذهبت وقلت لهم إن إماما لنا هو الإمام الصادق في توحيد المفضل هذا موجود شوفوا قد ذكر الدورة الدموية الصغرى قبل حوالي 1400 عام يقول يقول ما شرحت فأخذ الحفل كلهم يصفقون للإمام الصادق تصفيقا أعوى وأعلى من التصفيق لذلك المخترق هذا الإمام الصادق موجود هذه علوم الإمام الصادق هذه الإملاءات اللي أملاها على جابر ابن حيام حقيقة تراث غني لكن هذا التراث إحنا أخذنا ووضعنا في إطار ضيق إذن الوظيفة الأولى هي العرض الوظيفة الثانية الفرج والفصل الوظيفة الثالثة التنظير الوظيفة الرابعة التبني الوظيفة الخامسة المثل الأعلى إن شاء الله نشرح بقية البنوت في بحث آخر الآن هذه الحملة الشديدة الموجودة على الإسلام وعلى شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعلى القرآن الكريم أحد الأخوة كان في بلاد الغرب من المؤمنين المتدينين بعد هذه الحملة الشديدة الإرهاب نشأ منهم من حكوماتهم إرهاب الحكومات قبل إرهاب الشعوب قبل إرهاب الجماعات هم الإرهابيون حقيقتان يعني حكوماتهم مو شعوبهم يقول بعد هذه الحملة الشديدة رحت إلى رجل كنت أشتري منه أشتري منه بقال كان أطار كان شنو كان يقول فعندما رآني قال لي أنا عندي رجاء واحد منك وهو أن لا تأتي إلى محلي لأن أنا عندما أشوفك أخاف منك نشوف شلون يملؤون الأدمغ ويملؤون العهو أحد المؤمنين نقل لي أنه رأى واحد من كباره قال أنا عندما أشوف هذه المشاهد في التلفزيونات مشاهد القتل والذابح والتمثيل والتعذيب في بلد قبل خمس أعوام كذا أنا بدني ينكمش وأقول هذا هو الإسلام فيقول أنا قلت له أولا هذه جماعة لا تمثل الإسلام هتلر كان مسيحيا وصنع ما صنع في الحرب العالمية الثانية قتل وجرح الملايين هل يمكن أن نحمل فعله على المسيحية نقول عمل هتلر هذي يمثل المسيحية هذا أولا وثانيا نشوف تاريخ النبي العظم صلى الله عليه وآله يقول كنت أقول وواحد كان يترجم لي إلي إذا أخذت هتلر ماذا تفعلون به هتلر هو انتحر إذا أخذته شنو كنت تعملون به النبي صلى الله عليه وآله كان أمام هتلر وهو أبو سفيان اللي جيش الجيوش وقاد الجيوش قائد الجبهة اللي قاومت النبي صلى الله عليه وآله وقتلات وصادرات وعذبات هذا قائد النبي عندما دخل مكة صلى الله عليه وآله شنو يسوي في رأيك مع أبو سفيان انت شنو كنت تفعلون مع هتلر قال ماذا فعل قلت انت قول يقول أنا عندما كنت أحشي إلي هو كان يتقدم نحوي منذهلة قلت النبي صلى الله عليه وآله عفا اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليك فوق هذا النبي صلى الله عليه وآله قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن احنا احنا ما عدنا في التاريخ فيما نعلم لا في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحديث ولا إلى بعد يمكن ألف عام نظير لهذا الموقف يجعل الدار عليه وآله سيرة أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه ينبغي علينا أن نعرضها الإمام الرضا صلى الله عليه يقول كما في الحديث فإن الناس لو علموا الناس ليس الغربين حتى هذا الشاب الذي يعيش في طهران أو في بغدار فإن الناس لو عرفوا محاسن أحاديث نا لاتبعونا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم سبحانه بالمحمة بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي نيرا 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 من عدًا يعجي نيرا ضي اشتركوا في القناة